بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنتكلم من هذا الغسالة ال ال جي اللي هي الكوري اللي هي تسع كيلو ان شاء الله هيكون شرح مبسط وسهل لأي حد يفهمه بإذن الله طبعا زي ما احنا شايفين دل الغسالات بتاعتنا اللي هي السامرة طبعا هي تسع كيلو دل البروجرامات بتاعتها ودل اوبشنات بتاعتها زي ما احنا شايفين طبعا دل حالة ستالة زي باعتها وده الموديل بتاعها زي ما انا شايفين اللي هو ال F14 هنشرح ان شاء الله يكون شرح مبسط بإذن الله بالنسبة لنظام تشبيل تعمد بفلتر ده بعد نهاية كل يوم غسيل او مسلا كل شهر مسلا هون جاي بالفلتر هون جاي عند الفايز ده هون الاول اجيب طبع يكون حرف بتاعه ايه وحطه تحت هنا كده وفك الخرطوم ده كده بفايز ده كده ونزل المية الاول في قلب الغسالة في قلب الطبع بحيس انني بعد ما بنزل المية اللي في الغسالة مع ان طلب الفايز اوف افكي الفلتر ده كده افكي شميعا زي ما شايفين كده بدي نزامه كده بقى السهل اي دبوس اي زغبار اي راسب اي حاجة بنضافه ومن جواه برضو نفس القص واجه اركب اهو ده مان يا ما هو بركب من تحت كده عادي فالس اول ما الاقي الفلتر بقى سهل معي في التركيب في اللاف بابدأ ايه اربط ايه بفلتر بتاعي اربطه كويس طبعا بربطه يميل وابدأ اجيب الفايز بتاعي واركبه في المكان بتاعه زي ما احنا شايفين كده الكلام ده كل شهر او كل شهر امره اللي هو تنظيف الفلتر بالنسبة للمسحوق دعم بحط هنا 3 تربع كمية المسحوق بحطنا 4 كمية المسحوق بحط هنا الاضافات دوني معطر ملين مرتب اي اضافات اي ان كانت الـ 3 تربع الربع الاضافات لازم يكون مسحوق اوتوماتيك ما ينفعش مسحوق عادي ان المسحوق العادي بيحرق المطور لو بد اسحب الدرج ده كده مش هيتسحب معاي لازم ما ضغط على علامة البوش ده هي اليه السابع ده هيت من تحت كده بتنزل الشفة دي كده اي مسحوق متجمد اي زغبار اي رواسب اي حاجة بنضافه من جوه برضه نفس القص واركب الدرج زي ما احنا شايفين كده الموضوع سهل جدا بس اي حاجة في ستات بيوت تقوم جارب مالية الدرج اللي اخر مسحوق ده اكبر غلط لا احط المسحوق على حسب احتياجه للملابس فقط يعني مثلا حديد كوباية مسحوق لقيت الملابس بتاعتي طلع نضيفة جدا المرة اللي بعدها خلاها كوباية لربع المرة اللي بعدها خلاها نص المسحوق بتاعي يبقى بحكمة لان كتر المسحوق بيقصر بالسلب على حاجة الخارجية بتاعتي الغسانة اذا انا بعمل لي مشاكل هنا اصلا عن درج المسحوق ويعمل برومة وكلام مندي فهنا تلاتة ربع الكمية هنا ربع الكمية هنا ربع الكمية هنا الأدفات اللي يجب يكون مسحوق اوتوماتيك لان المسحوق العادي بيعمل رغو عالية يحرق معها المطور فما انفحش مسحوق العادي يجب يكون اوتوماتيك السابق 30 متجاب تلتي المطور الكبيرة تلتين الغسالة ملابس. اقل اللي مزيتش. البطانية الكبيرة لأ. لحافظ فيبر كبير برضو لأ بحملة الغسال. ممكن البطانية الصغيرة بتاعة الاطفال او لحافظ فيبر بتاعة الاطفال. الكوفرتيات او الدفات كبير صغير مفيش مشكلة بس محطش دفاتي اتنين كبار مع بعض. محطش اتنين كوفرطة كبار مع بعض. حملة الغسال. كوفرطة واحدة كبيرة او دفاة واحدة كبيرة. ممكن احط دفاية كبيرة ومعها دفاية صغيرة. لكن مينفعش احط كوفيرتا كبيرة ومعها كوفيرتا صغيرة. ليه? لان الكوفيرتا بتشرب ماء كتير فتبقى تقيلة شوية. ممكن احط دفاكين صغيرين ليه? ونحط اثنين كوفيرتا صغيرين. دي بالنسبة للملابس. اه بالنسبة للشربات المنادير الحيات اللي هي الصغيرة كلها. هجيب كيه سفسوستة تباح في محيط الوقت منزلية. وحط بقى شربات المنادله. اه الغسالة اسمها السرعة بتاعتها وهي على طرق عالية. ممكن الشراب اول ما انتبه يخش مبين الحيلة اللي استلس ديت وما بين الجوان. يعمل لي مشكلة في الغسالة. يعمل لي مشكلة ما بين الحالة الداخلية والحالة خرجية. او ان هو ما يخش هنا يعمل لي مشكلة عند المطار بتاع الغسالة. فيفضل مستفضل بالكسة دي بتبقى عامة زي شفكة الكور. ده من نسبة للملابس. اه من نسبة لنظام التشغيل ده مفتاح الساقة اللي هو الباور. ده دغطت عليك ده ايات الغسالة. اول ما بيتدر غسالة لو دغطت ستارتر او كي تاكي تشغيل هجعل برنامج القطن اللي هو الرئيس التاع الغسالة. هتبدأ تسحب مية وتخسر وتشطف وتجفف وتصرف تاني كل حاجة الوحدة. درجة الحرارة هي مزبطة على 30 درجة على اللافات الف رومية لافة. لو انا عايز برنامج للقطن اللي هو القطن ده اجيبه ازايciااا تسببها. مطفاية. بقدر غسالة. ما بروحش عند القطن هو الاكترة والاكي تاكيات تشغيل. بقلب من البكر ايه بوروجرا ما هوت. كده عند القطن اللي هو الرئيسي. لو عايز طبعا هتغور τοسترد. كده عند القطن الاكو. Liquid الملون او الاكتصاد اللي فيه الياف صناعي creations. لو انا عايز او اقوم ضغطatamente quiero اكيات تشغيل. بعدكده عند المكس اللي هو خليط جنسيات وحكذا. جنسية العرقتر وحكذا. بس بيبقى نسبة الادية فى الصناعية فيها اكتر يعني. طبعا اي باده ان ا49 انا باخده باجي بصه اصلي بيدغير معاية درجة الحارة وبيتغير معاية الشطفات بيغير معاية اه الهوش اللى هو الغسيل. بعد كده عندي ال الهو السهل بتاع الاطفال اللى ها ناسل بسيطة بتاعة الاطفال. زي. الديوبة اللى هيا أي ملابس أطفال بس الديوب اللي هو اللحاء بسٍ نحرف على الأطفال أو الكوفرتيات أو الدفات أو ما شابه إزاللي على الأرشك الملابس المتصلة بجلد الأطفال مباشرة اللي لها يمكن طفل عنده حاسية ولا حاجة نستعمل ملابس بجلد الأطفال قوية الداخلي ريفريش اللي هو ترتيب يمليون الملابس اللي يكون بقاش تقلعه من كرمشة الصيل انتوش اللي هو الغسيل الصامت او الغسيل هادئ لو انا اشتغل بالليل مش اصدره سلب عالي او اللي اشيف موت هالكة اللي ما تحملش حركة جدا بالنسبة للغسال الكوك اللي هو السريع تيشرتات منابس رياضية الحاجات البسيطة او الحاجات اللي مش متسخة او نسبة عرق ولا حاجة انتنسف اللي هو الكسيف اللي هو الشغر الشدين برضو ممكن نستخدم في الجنسيات الول اللي هو الاسواف ديليكيت اللي هو الحرير ستان ستاير اي حاجة اه ذات من مصنع داركووش اللي هي للغسيل الغوامق سبورتوير اللي هي الملابس الرياضية وبعد كده القطن اي برنامج في الدنيا فيه ووش ورنس وزبن غسيل وشطف وعصر الا طبعا الجزئين اللي هو الرنس والزبن وحدهم لو انا عايز اوبشن زيادة فوق البرنامج اجيبه ازاي الغسال جابلي هنا مثلا الوش على الايه؟ على النورمال لو انا امتعامل كده لدينا تايم سيف يعني اقتصاد للوقت يعني الوقت بتاع غسيل مثلا هيبقى مسلا ساعة ونص لو انا عاملت تايم سيف هيبقى ساعة مسلا وعشر دقايق ينزل للت ساعة وينزل للربع ساعة اي امكان يعني كده عند الانتنسف اللي هو الكسيف اللي هو الشغر الشديد لو انا عايزه اه في الوش اللي هو الغسيل في التمبيرطشة ايه درجة الحرارة هيجابه الربعين لو انا عايزه ستين درجة حرارة لو انا عايزه خمسة وتسعين غليان لو انا عايزه اكون برد خارسة لو عايزة ثلاثين زي ما انتم عايزين عند الرنس موجب عند هنا الرنس بتاعها الغسرة اصل جابل النورمال هو العاية بتاعها الغسلة بالعادية يعني هي مثلا البرنامج القض ل شطفتين هتشتغل شطفتين. لو انا عايزة حكم في الشطفة بقى. لو قمت جيتك على الرنس كده يبقى حاجة اسمها رنس موجب. يعني شطفة اضافية غير الشطفة بتادي الغسرة اصلا. يعني لو غسرت تشطف مرتين خدت رنس موجب هيبقى كده لغساتها تشطف الشطفتين بتوع الشركة والشطفة والاضافية بقى تلات شطفات. لو قمت عام كده لان الشرق آآ رنس موجب اتنين. يعني لو هي شطفتين هتاخد معي كمان شطفة اضافية وكمان شطفة اضافية يبقى كده اربع شطفات. اتنين زيادة اضافيتين زادة لثلين بتوع الشركة يبقى كده اربع شطفات. عند هنا الغسات هتخسر وتقف عند الشقر عند الشرف تاني مطاقف مؤقت. موجب دغط السفات التكمل بالنسبة بتاحها عالي. اللي هو اقاف الشطف. عند هنا رنس اتنين موجب يعني لو احنا مسلا عند دلات شطفات الغسات تجي في اول شطفتين هتقف. موجب دغط السفات تكمل واخر شطفة بسي اللي هتكملها عائلت لمنطرقاء نفسها. فمحدش بيستخدم اصلا الهود خالص في الشطفات. فاني ممكن استخدم اللي هو الغي الشطف خالص ماشي لو انا عايز ارغيه خالص. ممكن استخدم النورمال. ممكن استخدم الرنس موجب اللي هو شطفة زيادة. ممكن استخدم الرنس اتنين موجب شطفة زيادة. لكن محدش هيستخدم الهود. ليه? لان الهود محدش بيحب الغسات تجي عند الشطف وتقف. كلها عايزة الغسات تخسر وتشطف. اه وتطلع تنشكة. محدش استخدم دي اصلا. اه في عندي دوران هو اللزبن. هو جاب لي اللزبن هنا كام 1400 لفة لو عادة لفات بالغسالة. لو انا قمت متكة على اللزبن متكة هيديني امر بحاجة اسمها النزبن. يعني بدون عاصر. الغسالة تخسر وتشطف. تطرد المية في خلال ديئة. لكن الاثناشر ديئة او الترتاشر ديئة اللي هو ما بتقول التكفيف مش تعملهم. بعض الناس بيستخدم. ديقول لك عايزة لهم تطلع مابلولة بتنقط مية. زي الجامعة كبار في السمن زمان. السيسي بيت تقوم اسكلا لهم بيقديها. وفردها تقول لك عشان تطلع لهم مش مكالمشها او ما يطلعش مجاعدة. في بعض الناس كان بيستخدم بس الكلام دا كان زمان يعني. حالا دلوقتي ما عادش حد بيستخدمه بس بيستخدمها بيستخدمها. زي رومية لف اقل حاجة في التكفيف. نحس ندوم نادية جدا. ولكن ما بتنقطش مية. في رومية لف اعلى شوية في التكفيف. الف رف اعلى منها. الف ربعمية اللي هو اعلى حاجة خالص في التكفيف. طيب. في عندي اوبشن تاني حاجة اسمها ميدي كرينس. اللي هو الشاطف الصحي او الشاطف الطربي او شاطف ضافي. غير الشاطف بتاع الفصلة اصلا وانا عايزه برضو باختاره. في عندي هنا آآ استيم ووش غسيل بالبخار. لو ما هيستخدم غسيل بالبخار بتتكف على استيم ووش اللي هي بدل اللي هي بدل الكتن او القطن او قصفو الاشياء اللي مكن نستخدم ايه الاستيم اللي هو الوش استيم او الاستيم ووش. آآ في بعد كده عندي رنس زائد سبنة. انا مسلا خدت بالنمر القطن الرئيسي رنس زائد سبنة لو انا لو انا غسل برا وعايز اشتفو عصر بس بستخدم رنس زائد سبن. لو نراحز جابت لها عشرين دقيقة. اللي هو الشاطف والعصر فقط. لو انا غسل برا وعايز اشتفو عصر بس في الغسالة واستخدم رنس زائد سبنة. بجيبها ازاي بابا روت. او جاي برنامج القطن الرئيسي عادي خالص. ام التك على كده. كده جني اه رنس زائد سبنة. الفابروت اللي هو الفضل انا عايز اعمل برنامج على ايدي. بس هو الفضل نستخدم برنامج من باشر عطو. في الغسلة المبدئية او الغسلة الاولية او زي نظام نائة كده برضو لو انا عايزها باختارها. بس في طريقة اه كويسة في الناعة احسن من اه موضوع الغسلة. انا عمل ايه? هي الضوء. وهم قادر غسلها وشغلها. اما انت مسلا عشر داية ولا حاجة يتقلب الدنيا مع بعضها. وهم تغسلت. واسبتين اعباء ايه ساعة ساعتين زي ما انا عايز. لو انا عايز اصرف المية بتاعة الناعة هقوم عامل ايه? هم ايه الضوء? وهم جاء عند النزبين اهو. هجيب اخليها على ديئة واحدة غسلها نزبين بدون عاصل. ام ضغط اصطر. في خلالة ديئة هكون تغل مية. استني بعضها عشر دقايق وبدأ اشغل برنامج بتاعي عادفها. سحط المسوحية واشاء بالنجة عادة. لو انا هشتغل برنامج الناعة خلاص عادة. انا اشغلت اصطر طوات والعشد ده بتولي والغسلها ناعة النسو ساعة على الساعة. هم اهل وجاء برنامج بتاعي عادة خالص. وهم ضغط اصطر. فلو انا عايز اشتغل بالمية بتاعة الناعة. مش عايز بعمل حاجة انا قلت علي دلوقتي بجيب نزبين واجيب نزبيني بس عشان مش عايز استكيفي ان اصلا بطلب مية الناعة فقط. وهم تكي اوكي واستنى بعد عشد ايه? واشتغل دول من اول العادة خالص. ده اللي هو ايه نزام النعم. اه في عندي اللي هو اه اه ومش عايز الاطفال تلعف لغسالة. هعمل هي انتكي على الاسبيني داكرة طويلة لمدة ربع ثواني. هيجيني في غاسة افرت. لو الطفل راح ان اي حاجة مستحيل ان هي دليلنا اي حاجة لغسالة. ايه اللي حاجة واحدة بس يا درامة? انه من الطفل غسالة. هو الطفل غسالة مش هيسكت لان هو اولا امسيكو. انا فاكرة انها لعبة. فهيقعد يلعب فيها هيئدها. بس هيجي الشغالة مش هعرف شغالة. احنا بسينا هنجل الشغالة مش هنعرف. عشان الشغالة تهي نعمل ايه? بنفس الطريقة. اجي عند اللي سبيني هوني شود لك هيا. وقوم نتكي عليها لمدة. تريد البحثة وانا هيلغي السيء اللي هو فروس كده. ده بتعامل مع غسالة زي منا عادي. بس تمام? اه في دورة خالب مع غسالة كل شهرين او كل تلات شهور مرة. بعمل ايه? بقيت ضوخ. وهم جي عند الرنس. مكتوب عن طوب كلين. تنظيف الحوض. واتكي عليها طاقة البحثة. وانا هيديني تي سي ال او. وهم متحل درج بتاعي. وهم جي في ازاي تخلو صغيرة او نص يتخلي كبيرة. قوم سيقف قدل الدرج. وقفت. الدرج بتاعي وقوم ضغط استر. في خلال تقريبا اه بنجابة تقريبا اه ساعة. ساعة ونص بعدش ساعة ونص. هكون قينة غسالة بس لنفسها. وشفها نصفها وصفها وعننا كل حاجة الوحدة. ده سيوم. كل شهر او كل شهر او كل شهر او ما اللي هي دورة الخالب. اللي هي التوب كلين وتنظيف الحوض. خلوا فارق ما بين كل دروقة تاني ساعتين راح لغسالة. او نشتغل دور اول يوم ودور اخر يوم. او كل يوم دور. لو اشتغلنا اصلا كل يوم دور مش بقى عندنا غسالة. لكن ما لكنش شغل اسبوعين وقام عمل كل في يوم واحد. ده اكبر اول باول يبقى احسن. وبعد ما خلص غسالة لازم اشيت كشة بتاعتي. عشان خطوة الكهربا جات عالية. كهربا جات ضعيفة. ما تأثرش بالسلبة على البردة مع المدى البيعية. ساعتين تلاتة وقدام بقىش ومشكلة. هي كده بقى تسحى المية. كده تنظيف الحوض اللي هو التوب كريم جابني كيام ساعة ده ده واشين دي. ده اللي هو تنظيف الحوض. كده كل شهر او كل شهر او كل شهر او طيب عامة انا وجود الموجود في اي وقت ترجلوا ايه. انا دلوقتي تصحبت مية طيب انا هعمل تستر غسالة عشان اطمن عليها. كده انا بعمل تستر غسالة. بختبت جميع اجزاء الغسالة فوقت قول ايه جدا. يعني بعمل دلوقتي. طبعا ده فرح العمده وزي ما احنا شاكين ما فيش غسالة بتنورش كلها كده اصلا بس لعشان تستر ايه للدنيا كلها النور. طبعا ايه النور بنورك وبس يعني ايه زي نور بس ايه. كده بدأت تاخد الحالة ده بدأت تاخد صورة عايزة واحدة شاكين. الصورة بلات زي دايين. طبعا الكلام ده كله فسا انا بعمله واللي غسالة ما فيهاش اي ملابس منها ايا. لاني بتاكد صرعة اعلى من صورة عودها هي نفسها اصلا. كده وسط المية في المية تعد المية في المية. عشان بنختبر فيه اجزاء بغسالة كلها. كده هتبدأ تاخد مية من الجهة اللي هي اليمين. طبعا الكلام ده كله يا ثمانية عقلية بتاكد من ايه. بس انا ايه بنطمنكم عن ان المنتج كويس يعني. كده بتاخد مية الجهة اللي هي احنا شاكينها هي. تم مية هي. ده التاكد كمان تاكد تانية هتاخد المية من الجهة بايه ده الشمال. كل ده تمام واحدة. كل ده تمام واحدة. كل ده تمام واحدة. كل ده تمام واحدة. دي كده النهاية بتاعت. اه لو انا اغسل بره زي ما احنا قلنا وشوف البره وعايز اغسلها تجافل بس يعني تصرف وتجافل من قبس بس لهم اي تدور من هنا كده. وهم اتاكد على زبن نهاية. زبن. وهم اتاكد اوكي لوا تاكد التشغيل. في الخلافة مشاهدة دي لها تكون تقدر اوه جافل حالة. اتاكد التشغيل. اهم حاجة اذا ما انتفهم نخلي فرق مبين. كل ضرور تاني ساعاتين راحها لغسان. او نشتغل دور اول يوم ودور اخر يوم او كل يوم دور. لو اشتغلنا اصلا كل يوم دور مش ربق عندنا غسيل. لكن مركين الشغلو اسبوعين عامل كل فيما واحد. ده اكبر رات. اول باول يبقى احسن. طبعا لو في عند حد اي استفسار ولا حاجة يبعتلي في التعليقات وان شاء الله ممكن نقدر نجاوب بازن الله. لو في عندك مشكلة في الغسابة بنقدر نحلها عن طريق التعليقات برضو مش اي مشكلة. والرقم بنسيبه برضو عندي هنا تحت الفيديو. واي حد عادي تتواصل معي تحت امركم. ويا لات بقى لو استفدنا من الفيديو وما تنسوش بقى الاشتراك. وتنشرونا الفيديو اليوم من النفر الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.